اشتركوا في القناة ان قطاع النفط والغاز يمثل تقريباً 53% من خليط الطاقة العالمي الذي يستخدم بشكل رئيسي لدعم الاقتصاد العالمي والارتقاء بمستوى المعيشة للإنسان على كوكب الأرض في جميع النطاقات طبعاً وكذلك الحد من الكثير من المشاكل التي يواجهها سواء كانت البطالة أو سواء كانت في مؤشر فقر الطاقة والتساول الكبير الذي يدور طبعاً ليس فقط في الدول البترولية مثل المملكة العربية السعودية ولكن حتى الدول الغير بترولية الصناعية التي تستهلك النفط والغاز هل سيستمر هذا القطاع في هذا الدور الرئيسي على المدى البعيد في ظل التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها والحملات العلامية الكبيرة التي تنادي بانتهاء عصر النفط الذهبي من خلال ربطه اللامنطقي بالكثير من الكوارث البيئية مثل الاحتباس الحراري والتغير المناخي وبعض الكوارث البيئية التي تحدث في العالم بين الحين والآخر حقيقة أن هذه التساؤلات الكثيرة كانت في مخيلتي نهاية عام 2018 عندما تم اختياري رئيساً لجمعية مهندسين البترول العالمية كنت وقتها طبعاً لم يكن لدي أدنى شك بأن هذه الصناعة القوية التاريخية بمقدورها التحول السريع إلى صناعة منخفضة الانبعاثات من خلال الحد الكبير من عملية حرق غاز الميثيل المصاحب للنفط ومن خلال أيضاً التقنيات الجديدة التي تستطيع وبشكل كبير الحد من انبعاثات غاز ثاني يكسير الكربون الذي يصدر عن طريق عملية حرق المنتجات البترولية تساؤلات كثيرة كانت أيضاً في مخيلتي كيف تستطيع جمعية مهندسين البترول العالمية Society of Bethlehem Gines International بتاريخها الطويل الذي يمتد إلى سبعين سنة تقريباً والثروة المعلوماتية الضخمة التي جمعتها خلال تلك الفترة والتوسع الجغرافي الكبير لوجود فروع لها في 130 دولة حول العالم وقربها من مراكز الأبحاث والجامعات مثل جامعة الملك فهد البترول والمعادن لوجود فروع لها في 340 جامعة حول العالم كيف تستطيع هذه الجمعية بهذه القوة والتاريخ والبنية التحتية مساعدة قطاع النفط والغاز للتحول إلى صناعة منخفضة الانبعاثات والتسريع من هذا التحول كان علينا طبعاً عمل بحث لدراسة تأثير هذه الحملات المظللة بعض الشيء وجدنا أن التأثير كبير جداً خاصة على فئة الشباب وجدنا مثلاً أن عدد طلبت هندسة البترول في الجامعات الأوروبية والأمريكية بالأخص في انخفاض حاد خلال خمس سنوات الماضية وجدنا أن بعض الشركات البترولية العالمية تواجه صعوبة كبيرة في جذب المواهب الشابة من خارجين الجامعات إلى درجة أحد الشركات الكبرى غيرت اسمها لوجود لف نف في اسمها لتمكينها من جذب المواهب الشابة من خارجين الجامعات في تلك الدولة شيء كبير وجدنا أيضاً أن بعض الشركات الكبرى تواجه صعوبة في الحصول على ترخيص وعلى قروب بنكية تساعدها لتطوير حقولها النفطية والغازية كان لابد من تطوير استراتيجية شاملة تساعد قطاع النفط وتسرع عملية التحول الذي ذكرتها قبل قليل كان لابد لنا من إعادة مفهوم الانرجي ترانزيشن أو مفهوم تحول الطاقة من معناه أو تعريفه التقليدي الذي اليوم يطالب بانتهاء عصر النفط إلى تعريف شامل يشمل جميع مصادر الطاقة ويطالب جميع مصادر الطاقة بما فيها النفط والغازة التحول إلى مصادر منخفضة الانبعاثات مع وجود هدف أعلى بحلول عام 2050 الوصول إلى معدلات صفر من صافي الانبعاثات كان لابد علينا أيضاً من طرح معادلة لمشاريع الطاقة معادلة جديدة متزنة مشاريع الطاقة في الماضي كان ينظر لها إما من جانب اقتصادي بحت أو جانب بيئي بحت طرحنا بعد آخر بعد ثالث ألا هو الأهداف التنموية المستدامة تأثير هذه المشاريع على مستوى معيشة الإنسان تأثير هذه المشاريع على الحلول الكثيرة لمشاكلها الاجتماعية مثل البطالة ومثل فقر الطاقة كان علينا التوجه إلى الجامعات بحكم قربنا من الجامعات إلى مراكز الأبحاث لتحفيز طرح مبادرات جديدة لتطوير تقنيات جديدة تحد من هذه الانبعاثات كان علينا وهذا مهم جداً التواصل مع الهيئات الدولية البيئية والمؤسسات الحكومية والغير حكومية مثل وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك وغيرها لشرح هذا الفكر الجديد وهذا التحول الجديد وهذه المعادلة المتزنة لمشاريع الطاقة كان علينا أيضاً تكثيف المؤتمرات الدولية التي تنظمها الجمعية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات التي تنظمها أيضاً الجمعيات الأخرى لإبراز ما قامت به وتقوم به صناعة النفط والغاز العالمية الآن وفي المستقبل للحد من هذه الانبعاثات وهي كثيرة أذكر منها ثورة الغاز الصخري والنجاح الباهر في الولايات المتحدة الأمريكية لهذه التقنية الجديدة التي حدت بشكل كبير من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لاستخدام هذا الغاز في توليد الكهرباء بدلاً من الفحم الحجري استثمارات مليارية قامت بها صناعة لتطوير تقنيات جديدة غير موجودة حالياً أذكر مثال منها مبادرة النفط والغاز البيئية وما يطلق عليه الأويلان غاز كلايمت انشيتيف استثمار مليار دولار تصوروا مليار دولار خلال عشر سنوات سوف تستثمر لتطوير تقنيات جديدة تحد من انبعاثات غاز الميثين وغاز ثاني أكسيد الكربون وأخيراً وليس آخراً القطاع المستقبلي الذي أتمنى أن أرى استثمارات كثيرة فيه وزخم كبير فيه خاصة في الجامعات وهو قطاع الكروتو كيميكالز تحويل النفط إلى مواد كيميائية غير قابلة للاحتراق ذات قيمة مضافة عالية تساعد على رفع مستوى معيشة الإنسان على وجه الأرض وتحد من الانخفاضات من الانبعاثات الغازية حالياً معروف أن 20 إلى 25% من البرميل يتحول إلى مواد كيميائية غير قابلة للاحتراق والبقية يكرر وينتج منه وقود البنزين والديزل والجوتوثيول وهذا كما نعرف يحرق ويصدر عنه الغاز ثاني يكسير الكربون هذا القطاع الجديد الذي يحتاج إلى كميات هائلة من البحث والتطوير سيرفع هذه النسبة ولا ربما 50% في العشرين سنة القادمة سيؤدي إلى خفض كبير من الانبعاثات وإنتاج مواد جديدة قد تطور استخدامات جديدة للنفط تساعد على الحفاظ على الطلب العالمي للنفط على المدى البعيد والأهم من ذلك امتصاص الفائض من النفط إذا ما شهدنا ارتفاعات غير مسبوقة في السيارات الكهربائية الرحلة طويلة رحلة مملوئة بيئة تحديات ولكنها شيقة في نفس الوقت والدول والشركات البترولية تتفاوت في هذه الرحلة هناك دول متقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المملكة العربية السعودية التي بدأت هذه الرحلة قبل خمسين سنة عندما تم إنشاء شبكة الغاز الوطنية التي حدت بشكل كبير من عملية حرق غاز الميثين واستخدمته هو والغاز الغير مصاحب لدعم الصناعة البتروكيميائية وتحلية المياه وتوليد الكهرباء وصناعة الأسمنة في المملكة العربية السعودية والذي حد بشكل كبير من انبعاثات غاز الثاني كسير الكربون وغاز الميثين للمملكة العربية السعودية المملكة أيضا أطلقت مبادرة كفاءة في رفع كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية بإنجازات كبيرة لهذه المبادرة ليس فقط لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية ولكن أيضا حدت بشكل كبير من الهدر الذي كان موجود في استهلاك الوقود مثل البنزين والديزل كذلك المشاريع التي نسمعها بين الحين والآخر لتطوير لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة البديلة مشروع السدير ودومة الجندل وغيرها كجزء من رؤية المملكة 2030 للوصول إلى 50% من استهلاك المملكة للكهرباء سيتم توليده عن طريق الطاقة البديلة بحلول عام 2030 وهذا بذاته سيحد بشكل كبير من عملية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مبادرة اقتصاد الكربون الدائري التي طرحته المملكة إلى المجموعة العشرين وتمت تبنيه من قبل قادة المجموعة العشرين هذه المبادرة التي ليس فقط ستحل ستحل مشاكل الكربون ولكنها تحول هذا التحدي البيئي الكبير إلى فرص استثمارية واعدة وستنتج مواد جديدة من الكربون تدعم ليس فقط الاقتصاد السعودي ولكن الاقتصاد العالمي وأخيرا وليس آخرا المبادرة التي طرحها ولي العهد حفظه الله المملكة الخضراء بزراعة خمسين مليار شجرة في المنطقة سيؤدي ذلك ليس فقط لتلطيف الجو ولكن سيمتص كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون وسيعجل برحلة تحول قطاع الطاقة السعودي للوصول إلى الأهداف المذكورة وبهذا المناسبة طبعا نريد أن نهنئ الوطن بقرب الاحتفالات اليوم الوطني الواحد تسعين نهنئ الوطن وندعو له بالاستقرار والازدهار إن شاء الله الحقيقة أن هذا الزخم الكبير في صناعة النفط والغاز للتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الامبعاثات وهذه الجهود الجبارة وهذه الاستثمارات الكبيرة تجعلني أنا شخصيا متفائل لمستقبل العالم شغوف للطاقة كما ونوعا ويحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة نوعا وكما دعما للاقتصاد العالمي الذي يجب أن ينمو ودعما للأهداف التنموية المستدامة ومنها الأهداف السبع طعش التي طرحته منظمة الأمم المتحدة قبل خمس أو ست سنوات أحد هذه الأهداف هدف يتعلق بمؤشر فقر الطاقة اليوم حسب سجلات الأمم المتحدة يوجد مليار شخص في العالم تحت خط فقر الطاقة ليس لديهم كهرباء وليس لديهم وقود طبخ يستخدمون البيوماس الحطب والأشجار في عملية الطبخ مما يعرضهم إلى أمراض كثيرة كذلك أن التعداد السكاني العالم في تزايد من المتوقع أن عدد سكان العالم يزيد بمعدل مليار إنسان في العشرين سنة القادمة والكثير من هؤلاء سيولدون في دول فقيرة خاصة في أفريقيا فالعالم في شغف كبير للطاقة لدعم اقتصاده ودعم الأهداف التنموية المستدامة المذكورة في تقرير الأمم المتحدة وأيضا الغير مذكورة لذلك نظرتنا المستقبلية متفائلة العالم سيحتاج إلى خليط من الطاقة حسب رأي سيكون النفط والغاز في مقدمتها ولكن النفط والغاز سيكونان أكثر كفاءة وأقل انخفاضا للانبعاثات سنرى استخدامات جديدة للنفط والغاز طبعا مدعوما أو متمما بالمصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى ومن ضمنها الهيدروجين وأتمنى أن يكون الهيدروجين الأزرق لكي يكون مصدره من النفط والغاز لدعم الاقتصاد ودعم الأهداف التنموية المستدامة للعالم يبقى سؤال أخير هل يكفي ما تقوم به صناعة النفط والغاز العالمية اليوم للحفاظ على كوكب الأرض من هذه المخاطر والكوارث البيئية جوابي لا لا يكفي قطاع النفط والغاز اليوم مسؤول عن ثلث هذه الانبعاثات هناك قطاعات أخرى مسؤولة أيضا عن هذه الانبعاثات الغازية وأذكر مثال واحد الديفورستيشن ما يطلق عليها الديفورستيشن أو قطع أشجار الغابات الاستوائية وتقليص الغلاف الأخضر لكوكب الأرض لو نظرنا لهذا القطاع كدولة لأصبح ترتيبه الثالث عالميا في صافي انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون المكافر فالمسؤولية كبيرة والمسؤولية على الجميع يجب على الجميع وعلى جميع القطاعات تحمل مسؤوليتهم التاريخية ومسؤوليتهم الأخلاقية للحفاظ على كوكب الأرض والأهم من ذلك الحفاظ على الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته ومن ثم لتعمير هذا الكوكب السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر